مرحباً أعزائي متابعي قناتي، أهلاً بكم من في قناة مجلات مسلسلات تركيا زوجانا وجيكور سركنكا يوكلو، اللذان توجه حبهما الذي بدأ في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني تشيري سيزن من 2014 إلى 2015 بزفاف يوم 14 يوليو أقام حفل زفاف في قلعة تاريخية في فييرون بإيطاليا في 13 أغسطس تحدث الممثل الوسيم والبالغ من العمر 35 عاماً عن شخصياته المعاكسة مع زوجته التي تعيش في حياته منذ سبع سنوات وجيكور الوسركنكا يوكلو، الذان عاش في الحب لمدة سبع سنوات، انضموا إلى حياتهم في المانيا في يوليو الماضي حضرت عائلة الزوجين والأصدقاء المقربين حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة كارسيرو، حيث تعيش عائلة الممثل للوسيم بينما ارتدى غريل فستاناً من تصميم أزلم كايا، فضلت شاي أغلو بدلة صممها ليفون كوردونسيان تبرع الزوجان لمؤسسة الأمل للأطفال المصابين بالسرطان من أجل هدايا زفافهما تم الكشف عن أن فستان زفاف الممثلة الجميلة من الساتان كان 15800 ليرة تركيا، وبلغت هدائها المصنوعة من الللؤ من العلامة التجارية المشهورة عالمياً 28000 ليرة تركيا، وأقراط الللؤ 16182 ليرة تركيا، ونظرتها البيضاء 6145 ليرة تركيا بعبارة أخرى، بلغت القيمة الإجمالية لمجموعة فستان زفاف أزجي جوريل 66127 ليرة تركيا ينبهر الناس عندما يرون ما يحبونه كيف كان شعورك عندما رأيت أزجي في فستان الزفاف لأول مرة، ورداً على سؤال، قالت شاي أغلو، ينبهر الناس عندما يرون حبائهم على هذا النحو كانت تحلم منذ سنوات، ويأتي ذلك اليوم، لكننا في عجلة من أمرنا باستمرار، بينما كلانا نقرأ النصوص لا يمكننا الجلوس والتحدث عن تلك اللحظة الجميلة الآن لدينا زفافنا والعمل أمامنا كان علينا تأجيل شهر العسل بسبب العمل الزفاف في فيارونا احتفل الزوجان الممثلان بحفل زفاف خيالي في قلعة تاريخية في فيارونا بإيطاليا لم تترب عائلة جوريل وشاي أغلو وزملائهم وحدهم في يومهم الخاص تمت مشاركة اللقطات الممتعة التي تم التقاطها في حفل زفاف الزوجين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت اهتماماً كبيراً نقطة لا يمكنه النوم في الليل يستيقظ في الصباح سعيداً أدل أسج جوريل وسيركانت شاي أغلو الذان جلسوا على طاولة الزفاف في المانيا وتزوج في إيطاليا بتصريحات مذهشة لمجلة عالم حول علاقتهما وزواجهما الذين دام سبع سنوات قال سيركانت شاي أغلو إنه وزوجته مختلفان تماماً استخدم العبارات التالية لا يستطيع النوم في الليل يستيقظ حزيناً مثل طفل في الصباح يحب أفلام الرعب لكنه يشاهد نصفها مغمض العينين ثم يضيء كل الأنوار بدافع الخوف في الليل إنه لا يحب الروتين يشعر بالملل أثناء وضع الخطط إنه في الواقع عكس ما أقوم به شكراً لمشاهدة الفيديو الخاص بي لا تنسى الاشتراك في قناتي ومشاركتها مع حبائك إذا أعجبك الفيديو الخاص بي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر